اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالتور رح يفضل فيه لغاية ساعات الظهر تقريبا وبعدين رح ينتقل لبرج الجوزاء رح يستمر هو في منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع يعني مثل استخراج السموم مثلا أو الأسحار أو الأعمال أو الأشياء الضارة من الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد بهذا اليوم أما بالنسبة لتأثير القمر حكينا لما بكون موجود بالتور لأن الأغلب رح يكون من الآن يعني من ساعة بث الحلقة لغاية ساعات الظهر أو ما قبل العصر بشوي القمر رح يكون موجود في الثور فالأغلب النهار رح يكون أنه منشعر بالحذر أكثر ومن محافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت ومشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا نبدأ احنا بالزوايا الفلكية من ساعة بث الحلقة يعني من بعدها لغاية نهاية نهار اليوم طبعا أول زاوية رح تكون بعد الحلقة مباشرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة 36 دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية وبتعزز الخيال الخصب وبيقوى عنا الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بالفن أو الديكور أو التجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليس إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 12 و3 دقائق بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 7 و54 دقيقة صباحا بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية طبعا زي ما شفنا كل الزواية إيجابية معنات القمر سعيد اليوم طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من ساعات الصباح الساعة 57 و54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 1 و45 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وهذا يعني أنه جميع الأبراج مش برج معين الساعة 41 و45 دقيقة بعد الظهر القمر بنتقل وبصير موجود بالجوزاء وبما أن القمر في الجوزاء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 14 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا ورح يستمر فيها حتى تمام الساعة 11 و35 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 23 يوم في تمام الساعة 39 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاء لغاية 14 ثمانية مزاجه سعيد عطارد في الأسد حتى يوم 28 المزاج يعني رح يكون ممتزج اليوم يعني خفت النحوس شوي ولكن بظل مزاجه ممتزج متقلب طول اليوم الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة المزاج منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بلش يزيد بنحوسته شوي ولكن لسه ما زالت مزاجه ممتزج نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في البيت الثاني عندك ورح ينتقل للبيت الثالث يعني اليوم الإيجابية بتكون أحسن نفسيتك بتتحسن أكثر بتحس بطاقة كبيرة لأنه هاي يعني تشكيل زاوية تسديس مع برجك فعشان هيك بتعطيك دعم عالي جدا على المستوى النفسي بتشعر بطاقة كبيرة وخصوصا من ساعات العصر يعني كل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما حسيت أنت بالفارق أكثر كل ما حسيت بالنشاط أكثر كل ما حسيت أنه نفسيتك ارتاحت أكثر أما بالنسبة للبيت الأول طبعا هذا اللي إحنا ذكرنا أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بتظل الأمور لها علاقة بالوضع المالي لغاية ساعات الصباح تنشط ببعض الأمور المالية ممكن تهتم أو المشتريات حاول تبتعد عن المصاريف الزائدة وحاول أنك أنت ترتب أوضاعك المالية بشكل جيد احذروا من أي خطوة مالية اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة بالفترة هاي من ساعات العصر بتنشطوا في مجال إلو علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات وممكن الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بسيارة أو تليفون ممكن يكون لكو تعامل مع أخ أو جار أو لقاء أو اهتمام شوي ممكن يكون عائلي وخصوصا لما نحكي عن البيت الرابع فبتكون اهتمامات بيتية وعائلية وممكن اجتماع أو لقاء أو حوار يكون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة الأجواء ممكن تظهر بعض الأشياء السلبية اللي تزعجك على مستوى البيت ممكن بعض التطورات لمسألة معينة ولكن إجمالا عندك القدرة إنك تتجاوزها وبرضو عندك القدرة لتنفيذها يعني ممكن تتصلب برأيك تعصب برأيك ولكن في النهاية اللي بدك إياه هو اللي راح يصير الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية ودعميتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء العاطفية كل ما اقتربنا لساعة العصر كل ما كانت أفضل بتحس بطاقة أكثر بتحس النعوات مع الحبيب أو تقابل مع الحبيب أو إنجاز أمر معين بتعلق بأحد الأولاد أو أحد أفراد العائلة اليوم برضو بيحمل لك نوع من أنواع الخروجة أو التنقل أو الترفيه عن النفس أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى بيتك السادس فممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الأعمال خلال هذا اليوم ممكن تنجز عمل مهم أو تهتم بمسألة بتتعلق بأحد زملائك بالعمل حاول إنك ما تراكم الأعمال وما تبدأ بعمل جديد خلال هذا اليوم ممكن برضو تظهر بعض الأمور الصحية اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكي وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشريك يعني ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو شريك المال فممكن اليوم تهتموا بمسألة فيها مصالحة أو تلاقي أو اتفاقية أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بتحمل بعض المسائل المالية خلال النهار ولكن برضو عشان خلو المسار طويل منقولك ما تبدأ بأي عمل جديد بالفترة هاي ما تبدأ بمشروع أو بصفقة ممكن تتعطل بعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو دخل أو قرض معين ولكن من ساعات العصر يعني بنبدأ مرحلة جديدة ممكن تساهم بالأيام القادمة لحل هاي المشاكل بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبرضو بتعمل نوع من أنواع التوازن الجيد ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام باتصالات مبعيدة أو ممكن يجيك اتصال جيد خلال هذا اليوم أو يسعدك بخبر معين أو تسعد بسبب هذا الاتصال في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالفلسفة بالدين بأمور قانونية ممكن معاملات أو إنجاز بعض الأوراق أو مراسلات خارجية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ابتدعمك على مستوى أمور السمعة ولكن برضو وجود الكواكب اللي موجودة بالجدي بنقول لك حاول إنك ما تبالغ كثير وما تغامر وما تخالف القوانين حاول إنك برضو تلتزم بعملك اليوم بدون أي مشاحنات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تحملك أجواء إيجابية أو تدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فبيحمل لك نوع من أنواع اللقاء أو الحوار أو التواصل الجيد ما بينك وبين أحد الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة إلى أجواء إيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فمنقول لك بس انتبه على صحتك شوي وراقب غذائك بشكل جيد ممكن اليوم برضو تهتم بصحة أحد الأحبة برج الثور طبعاً أنتو اليوم نشيطون مع هيك بدكو تواصلوا عمل يعني ممكن تهتموا فيه بشكل أكبر النفسية أحسن الحركة أحسن برضو عندكو ثقة بالنفس عالية جداً ممكن تنجزوا بعض الأمور بشكل ممتاز صحيح أنها بتحمل بعض التقلبات على المستوى النفسي أو تحس ببعض الإحراج من مسائل معينة ولكن إجمالاً الأجواء بتدعمك بشكل قوي بالنسبة للبيت الثاني طبعاً اليوم يعني رح تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية وخاصة مع ساعات العصر يعني تقريباً بتدعمك بشكل قوي وممكن أنك تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو ترتب وضع مالي معين أهم إشي زي ما حكينا ابعد عن المشاريع الجديدة أو الأشياء الجديدة بالفترة هاي وبرضو ما تغامر بأمورك المالية بالفترة هاي لأنه شوي عندك قابلية للصرف أو ممكن تظهر لك بعض المصاريف المفاجئة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً يعني ما عندك هالرغبة الكثيرة للتنقلات ممكن اتصالات يكون عندك أكثر ممكن تهتم بأشخاص أو تتواصل معهم ممكن يكون لك نوع من أنواع المقابلة أو المناقشة أو الحوار على مسألة معينة ممكن الأشخاص اللي عندهم امتحان أو مقابلة شوية يشعروا ببعض الصعوبة بدهم شوية بشكل أقوى يعني بتجتهد تبدل كل جهدك كل طاقتك ولكن برضو أنت مش رضيان عن الوضع بدك كمان شوي إن شاء الله أنه الأمر مع اليوم القادم يعني مش اليوم بكرة اللي بكون الجو داعم لإلك أكثر وأحسن أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني ما زال فيها نوع من أنواع الأشياء المخربطة هيك اللي بتتعلق بأفراد العيلة مشكلة بالعيلة مسألة بيتية عقارية ممكن تصليحات ممكن ترميمات يعني اهتمامات من هذا النوع ممكن يظهر خلاف أو نقاش مع أحد الأخوي أو أحد الجيران أو مسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ممكن يعني في لحظة أنك تعصب أو تفقد أعصابك حاول أنك أنت شوي يعني تركز بشكل جيد وبتمشي الأمور بإذن الله أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي مازالت يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك اليوم أو واطفك شوي يعني بتتحرك فممكن يعني تنشط بمسألة إلها علاقة بالحبيب أو لقاء الحبيب أو الاهتمام بأحد الأحبة خلال اليوم ممكن يكون لك لقاء أو تعاون مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقول لك دير بالك على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن تظهر بشكل مربك اليوم ولكن عندك قدرة على إنجازها أهم مش إنك ما تراكم الأعمال وركز بشكل جيد برضو بالمقابل بدك تهتم لأمور صحية ممكن شغلات بسيطة زي أدوية أو مراجعة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت على مستوى بيت الشراكي بتحمل نوع من أنواع النقاشات أو الحوارات اليوم اللي ممكن تحتد أو تعصب على مسألة أو تتحسس بردة فعل معينة بسبب تصرف الصديق مع ساعات العصر ممكن الأجواء تختلف وتصير فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن يعني اليوم بصير لك بعض الاهتمامات ولكن خصوصا المالية ولكن نقول لك أنه ما تسم أمر اليوم راجع كل الأوراق راجع قدراتك أنت اعمل تجهيز ليوم الغد لأنه رح يكون أنسب للأمور المالية أكثر من اليوم لأنه طول اليوم تقريبا خلوم مسار فممكن تتعطل بعض المسائل أو ما تقدر تنجزها بالكامل ممكن تقلاق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا دعم على مستوى الاتصالات والحوارات وخصوصا الخارجي وعلى مستوى الدراسي والمقابلات أهم مش أنك تستعد بشكل جيد وما ترتجل الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة اليوم بدعمك بشكل أقوى برضو بيعملك نوع من أنواع التعامل مع شخصية مهمة أو ممكن يجيك مديح أو إطراء من مسألة معينة وبرضو بتعزز من سمعتك وعملك وعلاقتك مع زملائك ورؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تنشط ببعض الزيارات اللي إلها علاقة بتواصل مع الأصدقاء أو لقاءهم أو حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فدير بالك من بعض التقلبات أو من بعض الأشياء المفاجئة اللي ممكن تحدث على مستوى الصحة أو على مستوى أمور طارئة برج الجوزاء طبعا اليوم نفسيتك كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر كل ما حسيت أنت الجو اختلف أكثر كل ما صارت الأمور أنشط بالنسبة لإلك بتحس اليوم أنه أنت يعني نفسيا بلشت ترتاح أكثر من الأيام الماضية مع ساعات العصر النفسية بترتاح بشكل كبير بتشعر بنشاط حيوية بتحس أنه الأجواء أو الحضوض بلشت تدعمك من أول وجديد في بعض المسائل ممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الإهتمامات خلال هذا اليوم بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت بعض الأشياء اللي إلها علاقة يعني قلقان أو ممكن مضطرب من مسألة مالية بتظهر خلال هذا اليوم أو بتستاء من سبب الضغوط أو يعني شوي بتطالب بحق لإلك ولكن ممكن حد يعارضك أو يتحكم فيك حاول أنك تمسك أعصابك يوم يومين بتلاقي الأجواء صارت أحسن بعدين الأمور بتصير لصالحك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات وعلى مستوى النقاشات ولكن بدك تركز بشكل جيد ما ترتجل وما تتهور أثناء القيادة وبرضو أثناء النقاشات ما تعصب ممكن يكون لك تعاون مع أخ أو مع جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت مستقرة شيئا ما ممكن تشعر في ساعات العصر أنه في أشياء مش مفهومة أو في نقاش من مسألة أو تنزعج من مسألة بيتية أو عائلية بتظهر بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي ممكن تحمل لك لقاء أو تواصل أو تعارف أو تلاقي على مسألة جيدة على المستوى العاطفي ممكن تخرج بنزهة أو تغيير الجو أو تهتم بانطلاق معين اليوم وخصوصا من ساعات العصر بتصير الأجواء دعملة أقوى أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل اليوم صحيح أنه الأجواء مش داعمة بالكامل فعشانك بدك يتركز بشكل جيد على مستوى العمل ممكن أنه يصير خطاء معين أو تتحاسب على مسألة معينة أو تتراجع على تقصير معين حاول أنك أنت تضبط أعصابك قدر الإمكان تنجز أعمالك بشكل جيد بدون لا إهمال ولا تقاعص ولا أنك أنت تتخلى عن أعمالك بسهولة حاول برضو أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي روتيني يعني بتتعامل على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم أو الطبع الغالب عليكم هو اللي بسيطر اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية شيئا ما على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل المالية أو تطالب ببعض الأمور اللي لإلك أو ترتب بعض الحسابات أو أنك يعني تطمح لترتيب دين معين بشكل جيد من ساعات العصر والأيام القادمة رح يدعمك أو يكون حليف لإلك الحظ أنك تحل هاي المسائل المعقدة إن شاء الله ولكن بدك تركز وبدك تتحرك ممكن تحملك هاي الفترة قلق على صحة أحد الأحبة أو اهتمام بصحة مريض أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا برضو روتينية على مستوى اتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي لإلها علاقة بالدراسة بالامتحانات بالثقافة أو بأشياء اللي لها علاقة بالتنقلات عندك نشاط عالي فممكن أي وحدة في هدولة تكون ظاهرة على الساحة ولكن ما تحسم أمر يبل ما يصل القمر عندك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فمنلاقل أنه الأجواء جيدة برضو فاليوم برضو بتدعمك في بعض المسائل وخصوصا مع اقتراب ساعات العصر ممكن تدافع عن حق لا إلك وبرضو ممكن شخص يدعمك في مسألة معينة وراح يكون فيه أجواء شوي حادة ما بينك وبين أحد زملائك ولكن الأجواء بتمشي بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 هنا بدك تحذر برضو من أمور إلها علاقة بالأصدقاء أو الصداقات يعني ممكن تظهر بعض الالتباس أو تستاء من تصرف صديق أو إهماله وممكن شوي هيك يكون لك ردة فعل سلبية في منكو رح يتوجه له دعوة لحضور حفلية أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك وبرضو اليوم ممكن ترتب بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة بشكل جيد وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات العصر رح تشعر بطاقة كبيرة خلال هذا اليوم برج السرطان طبعا اليوم الأوضاع ما رح تكون مثل ما أنتم بتطمحوا وهذا الحكي إحنا حضرنا منه من الأيام الماضي أنه القمر رح ينتقل ويوصل للجوزاء يعني لبيت متاعبكم فاليوم كل ما اقتربنا لساعات الظهر رح تحس أنه في ضغط بنال منك رغبتك بالتواصل أو الحالة الاجتماعية شوي رح تضعف بالفترة هاي ولكن أنه شوي بصير الاهتمام أكثر على مسألة إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالراحة أو إلها علاقة بالعمل فاهتمامتك رح تتركز على بعض المسائل ممكن تلتغي بعض الأمور ممكن تستاء من تعطل بعض الأمور ممكن أشياء في آخر لحظة ما تزبط فعشان هيك بدك تكون مهيئ للأمور هاي وخصوصا اليومين القادمات إنه ما تعزم على أمر ما تبدأ بشيء جديد حاول إنك ترتب أوضاعك بشكل جيد وإشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما تأثر الفترة هاي عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا بقول الأجواء تقريبا يعني ما زال فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو ضغط مالي أو مطالبات مالية أو مسألة مالية ممكن شوي تكون معقدة أو تقلقك يعني ممكن شوي هيك تحس في ضيقة مالية أو يعني ممكن توصل لمرحلة إنك تطلب مساعدة من أشخاص في بعض الأوقات طبعا هاي مش للكل جزء معين من موليد برج السرطان ولكن إجمالا حاول إنك ما تبذر ما تخسر فلوسك يعني مهما حصلت الأمور حاول إنك تفكر في الأمور المالية بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات برضو عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع عالية ولكن حاول إنك تحكم عصبيتك وردات فعلك السلبية اللي ممكن إنها تظهر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت إجمالا الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على مستوى البيت يعني بتتعاملوا على طبيعتكم في نوع من أنواع الهدوء وبرضو أنت إلك رغب اليوم إنك أنت تكون في البيت أو تتواجد أغلب وقتك داخل البيت يعني وتكون من ضمن العائلة صحيح ما عندك الرغبة بالمشاركة ولكن إجمالا الأجواء بيتية بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا برضو نفس الشيء حاول أنه حساسيتك اليوم رح ترتفع شوي رح تكون حساسة شوي ممكن تنزعج من أي كلمة ممكن تبكي من أي كلمة دمعتك تنزل ممكن تتوتر من أي موضوع حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الضوضاء تبعد عن الأجواء المشحونة حاول أنك تشغل حالك بأي أمر بعيد عن الحساسيات وخصوصا أثناء تعاملك مع أحد الأحبة أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين يعني ما تخلي الكآبة أنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني ممكن تظهر بعض المسائل على مستوى العمل حاول أنك ما تجهد حالك كثير حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي فهي يعني ما زال فيها بعض النقاشات أو الحوارات خلال هذا اليوم حاول أنك تمشوها على خير بدون جدالات ولا نقاشات يعني مثل الأيام اللي مضت أما بالنسبة للبيت الثامن الأمر الروتيني على مستوى الأموال المشتركة ما فيه أي شيء لا جديد لا إيجابي ولا سلبي يعني ما لكن نقول لك أنه ما تبدأ بمشروع أو بفكرة خلال هذا اليوم بدون ما تراجعها أكثر من مرة وأنا بفضل أنك تأجلها لحين ما يصل القمر لعندك أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن تنشط ببعض الاتصالات الخارجية أو يجيك اتصال من الخارج شوي يعني يكون إيجابي أو خبر يسعدك في مسألة معينة أو يكون حد بحاول يدعمك من أصدقائك اللي يا إما خارج البلاد يا إما أجانب عنك ممكن يكون عندك امتحان أو مقابلة فما تعتمد على الحظ حاول تستعد وتدرس قبل ما تدخل على امتحانك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا ما زالت حدي على مستوى بيت السمعة فما نقول لك ما تغامر ما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة التزم بالتعليمات التزم بالقوانين وحاول أنك ما تدخل بأي خلافات على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء وممكن هم اللي يجوا يزوروك عندك على البيت أما بالنسبة لبيتك 12 فكما ذكرنا أنه الآن رح يكون في بيت المتاعب عندك القمر فسبب الضغوطات معظمها هاي بسبب تواجده في بيت المتاعب برج الأسد يعني تقريبا الأجواء اليوم أحسن شوي رح تتحسن بشكل إيجابي رح تنشط بكثير من الأمور ويكون عندك كثير من الأشياء اللي حابب تنجزها أهم إيش إنك ما تبدأ بعمل جديد أو تبدأ بأمر مهم خلال اليوم هاد لأنه خلوم مسار كامل يعني منعتبر أنه طول النهار خلوم مسار فعشان هيك حاول أنك تأجل إعمالك إما للعصر أو لثاني يوم بيكون أفضل على أساس أنه تضمن أنه الأمور تساعدك في بعض الأمور حتى حاول أنك يعني إذا في إلك وسطة أو معرفة أو شخص يساعدك بأمر معين فاليوم برضو هذا مناسب لهذا الموضوع يعني حاول أنك برضو يعني التقلبات أو التعطيلات أنك تكون جاهز لها خلال هذا اليوم يعني شوي الأمور بعدها بتصير أحسن بالنسبة لبعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن تظهر بعض الدفعات أو المصاريف المفاجئة لذلك ممكن تصليحات أو ترتيبات أو دفعات مرضية لعلاجية أو لمستشفى أو لطبيب أو تصليح لبعض الأعطال اللي ممكن تكون منها اهتمامات منزلية أهم إيش أنك ما تبالغ بالمشتريات وما تبالغ بصرف فلوسك خلال هذا اليوم ورتب أوضاعك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ممكن تنشط ببعض الأمور على مستوى الحركة والنشاط والاتصالات أو اللقاءات أو زيارات مثلا أو اهتمام ببعض الرفقة أو ممكن تسوق لسلعة أو تسوق لشيء بشكل إيجابي ويكون له نتائج إيجابية بالنسبة لإلك أم إيش أنك ما تتسرع ما تندفع وما تتهور خلال هذا اليوم في بعض المسائل وصوصا أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي إنه ممكن تظهر بعض المسائل المربك اليوم أو نقاش أو حوار أو أعطال زي ما حكينا في باب البيت المصاريف اللي ممكن شوي تكون مربك لإلك أو يعني تأخذ من اهتمامك شوي حاول أنك تضبط أعصاب قدر الإمكان ما تهول الأمور وما تكبرها على أساس أن الأمور ما تخرج عن السيطرة خلال هاي الفترة يعني بدها شوي التركيز أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا بيكون فيه نوع من أنواع الاهتمامات العاطفية أو لقاء أو حوار ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تفكر بخروجه أو تغيير جو خلال هذا اليوم ولكن الأهم حاول أنك تبعد عن أي شيء ممكن يأثر على نفسيتك أو يشحنك بطاقة سلبية ممكن يكون لك حوار أو جلسة تفاهم ما بينك وبين أحد الأبناء أو أنه يكون فيه إشي مشترك ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع بضغط على مستوى العمل فحاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم صحيح أن الظروف مش بإيدك أو الأشياء اللي بتصير مش أنت سبب لإلها يعني هي ظروف قاهرة هي اللي بتجبرك على هذا التأخير ولكن حاول تنجزها حتى لو عملت ساعات إضافية في منكم رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو مراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية برضو اللي بتعزز بعض النقاط القوية اللي إلها علاقة ب يعني أشياء ما بين الأزواج يعني فيه أشياء تقريبا يا مكاشفي يا مفاتحة يا أما أنه هيك بتفتحوا موضوع بتحاولوا أنك تحلوه خلال هذا اليوم بس بعدوا عن العصبية والنقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني ممكن تحملك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أمور العلاقة بقرض بدين بميراث بأشياء من هذا النوع أو أنك تهتم ببعض المسائل الروحانية أما بالنسبة للبيت التاسع إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض ممكن تنشط ببعض المسائل الخارجية أو مع أشخاص أجانب خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بتظل عندك قدرة على الحفاظ على سمعتك وإنجازاتك ولكن ما تغامر وما تجازف خلال هذا اليوم وفي ساعات العصر القمر رح ينتقل للبيت التاسع بتنشطوا ما بين الأصدقاء ممكن يكون لكم لقاء أو حوار أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اهتمامات اجتماعية بالكامل يعني في نشاط اجتماعي اليوم أو تحركات ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت 12 بيت المتاعب الأجواء بتقول لك أنه حاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وانتبه لوضعك الصحي أو لصحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الأجواء بتظلها ممتازة لغاية ساعات العصر بتحس بثقة بالنفس بتحس أنه عندك قدرة لإنجاز أمور كثيرة خلال هذا اليوم ولكن من ساعات العصر بصير الاهتمام على مسائل إلها علاقة بالعمل إلها علاقة مع زملائك بالعمل أو أشياء إلها علاقة بالسمعة ولكن أنه الاهتمام الكامل رح يكون اليوم عندك بحركة تقريبا جيدة لغاية حلقة الغد حاول أنك تستغلها بشكل إيجابي لكل شيء أنت بدك إياه ولكن بدون بداية مشروع جديد أو توقيع على عقد جديد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الإيجابية اللي إلها علاقة في بعض الأمور المالية أو ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات المالية أو الاهتمامات تزيد أكثر خصوصا مع اقتراب ساعات العصر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بظلها ناشطة طول اليوم أما بين حركة واتصالات وحوارات وأعمال ممكن اليوم ما تهدأ بوتيرتك من كثر الحركة ولكن أنه بدك تنتبه وخصوصا في ساعات العصر ممكن شوي تشعر بنوع من أنواع التعب أو أنه تحس أنه بلشت الأعطال تظهر على الساحة فممكن أنك تتراجع شوي أو يفتر نشاطك شوي وما تقدر تنجز أشياء كثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فممكن تظهر بعض المسائل المنزلية أو العائلية خلال هذا اليوم من حوار أو نقاش أو جدال أو إنزعاج من مسألة معينة أو في منكم ممكن يكون عنده أعطال منزلية تظهر بشكل مفاجئ تطلب منه نوع من أنواع الاهتمام أو مشكلة معينة يحاول أنه يحلها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية بيظلها جيدة لغاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر الأجواء بتصير ضاغطة شوي ممكن تستاء من تصرف الحبيب أو تتحسس من موقف أو يكون لك ردة فعل سلبية بحدية أو بعصبية أو نقاش أو استياء من شيء معين حاول أنك تضبط أعصابك ما تخلي الأمور تتفاقم أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم صحتك أحسن من الأيام الماضية تنشحن بطاقة إيجابية كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما كان الوضع أحسن بتحاول أنك تنجز أعمالك اليوم يعني عندك رغب لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمراجعة طبيب إلك أو لا أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي تقريبا نقدر نحكي يعني روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا أنت وشركاكم أو بينكم بين الأزواج بشكل روتيني يمكن شوي يكون فيه فتور بالعلاقة أو يعني شوي هيك تأخذوا هدنة أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم خصوصا الأموال المشتركة ولكن إذا طالبت بديون أو حقوق لا إلك دير بالك من العصبية وردات الفعل وبرضو مش كل شيء اليوم ممكن أنه يكون جيد ولكن في ساعات العصر ممكن الأجواء تصير مناسبة أحسن وتحقق النتائج أحسن أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بيحمل نوع من أنواع المفاجآت وحاول قدر الإمكان أنك تنتبه من هذه المفاجآت بتنشطه في أمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات البعيدة ولكن تكون أكثر وعي على الطرقات اللي عنده امتحان أو مقابلة ما يعتمد على الحضول نهائيا حاولوا أنك تنجزوا أمورك بشكل جيد بدون اعتماد على الحضول والمفاجآت ممكن تجيك على شكل اتصال أو بريد أو مراسلات أو اهتمام في مسألة معينة أو نقاش حاد في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا من ساعات العصر بتصير الأجواء شوي إلها علاقة في بيت السمعة زي ما حكينا القمر بدون ينتقل هون فبترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وبرضو على بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالعمل زملائكم رؤسائكم بالعمل أو إنجاز بعض الأمور بطريق الواسطة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يكون لك بعض النشاطات على المستوى الاجتماعي من ساعات الصباح ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن من ساعات العصر بتخف نشاطاتك الاجتماعية ممكن تركز بس على الأبواب اللي فيه لك مصلحة فيها أكثر أما بالنسبة لبيتك 12 فما نقول لك حاول إنك تنتبه لحالك بشكل جيد خلال هذا اليوم ما تراكم الأعمال ما تهم الأعمالك برضو انتبه لصحتك من بعض التطورات والتقلبات برج الميزان طبعا كل الأشياء اللي أنتو بتحسوا فيها من الضغوطات الآن القمر رح ينتقل باتجاه البيت التاسع يعني بيت حليف لإلكم كل ما اقتربنا على ساعات العصر بتلاقي الأجواء صارت أحسن بتلاقي نفسيتك صارت أحسن بصير عندك رغبة للتحرك والانطلاق اليوم بشكل أكبر زي ما حكينا كل ما اقتربتوا لا ساعات العصر أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن تظهر بعض المسائل المالية المفاجئة ممكن تهتم ببعض الدفعات أو الالتزامات أو المصاريف أو ترتب وضع مالي معين حاول أنك أنت تنتبه من بعض الأشياء اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ زي أعطال أو زي أمور صحية تهتم فيها بشكل كبير وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فكل ما اقتربنا للعصر كل ما زاد النشاط عندك والحيوية ورغبتك بالتنقلات والاتصالات وإنجاز بعض العمال الضرورية والمهمة في منكو رح يكون عنده امتحان أو مقابلة أو مناقش اليوم وأهم شيء أنك تكون مستعد حاول أنك تدرس وتستعد وتجهز حالك قبل ما تدخل على هاي المواجهات في منكو رح يجري اتصالات بشكل مكثف لدرجة أنه ممكن ما يهدى من كثرة الاتصالات عما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الأعطال اليوم أو الاهتمامات البيتية أو نقاش أو حوار أو مشكلة على مستوى البيت تظهر بشكل مفاجئ حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد حاول ما تحتد وما تعصب وما تكبر الأمور على اساس أن الأمور تنحل بطريقة إيجابية الأهم أنه ابعد عن النقاشات الحادة وما تكبر الخلافات يعني مزاجك اليوم متقلم في هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الخامس فكل ما اتجاهنا لاتجاه العصر كل ما كانت المعنويات أحسن عاطفيا بتصير جياشة من ساعات العصر ممكن يحملك لقاء أو تلاقي أنت والحبيب على مسألة معينة وممكن تحلوا مسألة كان صعب إنها تنحل في الأيام الماضية ممكن يكون فيه لك حوار معين أو اهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت بدها بعض الرقابة على المستوى الصحي خلال هذا اليوم وبرضو على مستوى العمل ممكن يتراكم عمل عندك أو يتأجل عمل أو يلتغي في آخر لحظة حاول إنك ما تنزعج وما تكبر الأمور حاول إنك تصبر شوي لا قدام شوي بكرة الأجواء بتصير دعملة إليك أكثر وممكن تحلها بشكل إيجابي ولكن الأهم انتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم ممكن يعني تحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو المصالحة أو يعني تفتح موضوع أنت والشريك على مسألة معينة أو يصير تلاقي على مسألة معينة المهم أنه تبعدوا عن النقاشات الحادة عشان تمشي الأمور بشكل إيجابي إلا جواء بعد العصر بتصير مساعدة أكثر وبتصير دعملة إليك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثامن ما زالت الأمور على مستوى الأموال المشتركة بتطلب منك التركيز أو ممكن تظهر بعض المسائل المعقدة شوي اللي تهتم فيها وتأخذ منك جهد اليوم أمور إليها علاقة بالأموال المشتركة بانك ضريبة تأمين قروض ديون أشياء من هذا القبيل ممكن شوي تكون في منها بعض الأمور المربكة اللي تطلب منك جهد كثير أو اتصالات كثيرة أو تواصل مع أشخاص اللي يساعدوك في هذه المسألة وخصوصا إذا طلبت بفلوس لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر رح ينتقل للبيت التاسع فعشان هيك رح تنشطوا بأمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أشياء إلها علاقة بالتعليم أو يعني اهتمام بمسائل دينية فلسفية أو نقاش سياسي مثلا أو حتى أنه مور إلها علاقة بمقابلة أو دعوة لاجتماع أو لدورة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط صحيح الأجواء إيجابية هي بالنسبة للزهرة بتدعمك على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل وعلى مستوى علاقاتك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك ولكن اليوم حاول ما تدخل بنقاشات حادة مع زملائك أو رؤسائك ممكن تستاء من تصرف أحدهم أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو ممكن تنشط ببعض الزيارات ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك انجز أعمالك واهتم بصحتك بشكل كبير ممكن تقلق على صحة أحد الوالدين برج العقرب بالنسبة للبيت الأول تقريبا نحكي إحنا يعني الأجواء مش رح تكون مساعدة لإلك كثير خلال هذا اليوم يعني كل ما اقتربنا لساعات العصر ممكن تحس ببعض الضغوط أو بعض الارتباك من مسائل معينة أو تظهر بعض المسائل المربكة شوي اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لكثير فعشان هيك بدك تكون مهيئ برضو ممكن يكون أعباء أو يكون مسئولية جديدة تنحط على كاهلك فشوي تربكك بالنسبة للبيت الثاني تقريبا الأجواء جيدة اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية وممكن يجيك دعم أو تحل مسألة معقدة وخصوصا مع اقتراب ساعات العصر ممكن تنجز بعض الملفات المالية أو الإدارية أو أشياء العلاقة باتصالات لتأجيل دفعة معينة أو قرض معين أما بالنسبة لبيتك الثالث اليوم بتنشط بأمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل الأجواء صحيح أنه فيها نوع من أنواع الضغط ولكن عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور ممكن يكون لك بعض الاهتمامات باتصالات أو بامتحانات أو بمقابلات أو بمسئولية إلها علاقة بالتعليم أو بالدراسة يعني حاول برضو تنتبه أثناء تنقلاتك من بعض الأشياء المفاجئة أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت تقريبا الأجواء بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم مستقرة الأجواء يعني في نوع من أنواع الهدوء في ترتيب معين أو اهتمامات عائلية في مسألة معينة يعني لقاءات ودية أو اجتماعات أو تداول مسألة معين ولكن إجمالا الأجواء بتدعمك وممكن تحل بعض المسائل اللي كانت صعبة وممكن تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل كبير فيه لك اهتمام عائلي عالي برضو ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بأعطال أو صيانة منزلية أو مشتريات بيت منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي منقدر نحكي أنها اليوم يعني فيه نوع من أنواع التودد العاطفي أو اللقاء العاطفي أو الاتصال العاطفي أو التواصل مع الحبيب لكن ممكن تستاء من تصرف أحد الأحبة اللي هو أحد الأبناء يعني يتصرف تصرف شوي يكون مزعج أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وخصوصا في ساعات العصر ممكن في البداية تكون صعبة شوي ولكن في النهاية بتقدر تحلها أهمش انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من ساعات العصر بتنشغلوا في ضبط أموالكم أو أموركم المالية المشتركة وممكن تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأموال لإلكم أو بتحسين وضع مالي معين أهم شي ما توقعوش على أوراق خلال هذه النهار أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء ضاغط شوي على مستوى الاتصالات فممكن يصلك خبر من خارج البلاد يتستاء منه أو حد من خارج البلاد يحكي يحكي لك مشكلة فتنزعج أو شوي تنشحن بطاقة سلبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان إذا كان عندك مقابلة أو مناقش اليوم أو امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات الحكومية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة متقلبة فمن قولك دير بالك ما تخالف القانون ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تبدي وجهة نظرك مع أشخاص ممكن يسجلوها هاي النقطة عليك مش إلك فعشان هيك بدك تكون حذر مرضو في مكان العمل دير بالك من أي خلاف أو نقاش ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشطوا بأمور إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاء أصدقاء أو حوار مع أصدقاء أو ممكن أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي مع أصدقاء في مشوار معين أو خروج لتغيير الجو يعني عندك رغبات عالية جدا للتواصل مع الأصدقاء بشكل كبير خلال هذا اليوم ممكن تطلب المساعدة من صديق أو بدورك أنت تقدم مساعدة لصديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا بنقول لك يعني حاول تنتبه إنجز أعمالك الضرورية والمهمة حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن يحملك اليوم يعني خبر يزعجك شوي إلو علاقة بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين أو زيارة مريض في المستشفى تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الخاص برج القوس بالنسبة للبيت الأول تقريبا بنقدر نحكي إنه الأجواء اليوم كل ما اقتربنا لساعات العصر بتكون لصالحك بتكون مدعوم بطاقة كبيرة وبرضو عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور عندك سرعة بديهة عالية وبرضو عندك رغبة للتغيير ابعد عن التشاؤمية وابعد عن أي شيء سلبي ممكن يشحنك خلال هذا اليوم عشان الأجواء تستغلها بشكل جيد وتنطلق برضو بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأجواء شوي مربكة على المستوى المالي إما بمصاريف أو دفعات أو التزامات أو بعض الأشياء الطارئة اللي ممكن تظهر على الساحة أو استياءك من بعض الأشخاص اللي كنت يعني معتمد عليهم بأنهم بدهم يساعدوك في مسألة معينة ولكن أنهم تخلوا عنك في وضع معين هذا الإشي اللي بيضغطك شوي نفسيا وماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فمع ساعات الظهر أو ساعات العصر الأجواء بصير جيدة فبتنشط باتصالات وحوارات وتنقلات وبرضو بترغب في أمور إلها علاقة بالتسويق أو مقابلة بعض الأشخاص ممكن تخرج في أكثر من مشوار أو أكثر من مكان وفي منك رح يمارس نوع من أنواع الرياضة اليوم أو يتحرك تحركات شوي هيك يجي عباله أنه يمشي أو يغير جو أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية اللي شوية تكون مربكة في بعض اللحظات أو تقلق بشأن أحد أفراد العائلة الأهم أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ويبعد عن المشاكل قدر الإمكان ممكن يظهر عطل معين أو خبر معين عائلي يزعجك أو يوخذ انتباهك واهتمامك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زال المريخ موجود هو اللي بيخليك محتد وعصبي وهو اللي بيوترك في بعض المسائل وبرضو بيخلي الحظ ضعيف شوي عندك فعشان يك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية كرر المحاولة أكثر من مرة على أساس أنك تحلها وخصوصا إذا كانت مشكلة عاطفية أو خلاف ما بينك وبين أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى العمل تقريبا نقدر نحكي برضو اليوم يعني فيها نوع من أنواع التقلب ممكن تنزعج من مسألة إلها علاقة بالعمل أو أصدقاء أو زملاء في العمل ممكن يتصرف وتصرف شوي وترك أو ممكن أنت تدخل بمشاحن ما بينك وبينهم فشوي الأمور يعني تصير فيها حدية عالية ركز بشكل جيد واهتم لصحتك وما تتوسوس وما تتشوش كثير خصوصا على الوضع الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي يحاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر رح ينتقل للبيت السابع عندك فعشانك رح يصير مقابلك بدعمك على مستوى الشراكي من باب بعزز من قدرتك بالتواصل ما بينك وبين الشريك أو الزوج ولكن من جهة أخرى بيخلي طاقتك ضعيفة فعشانك بدك يتراقب وضعك الصحي خلال الفترة هاي من بعض التقلبات أو من بعض الأمور اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ ولكن الأهم أنك ما تتوسوس وما تدخل بالشك في الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تنجز بعض الأمور المالية اليوم أو تهتمه ببعض المسائل المالية المشتركة زي حقوق أو ديون أو قروض بتحاول تستدها أو أمور بنكية مثلا بتحاول أنك تهتم فيها وفي منك رح يطرح بعض المسائل اللي إلها علاقة بميراث أو حق إلو بدو يأخده أما بالنسبة لبيتك التاسع ممكن تنشطه ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والحوارات وممكن يجيك خبر شوي اليوم يكون يعني يلفت انتباهك ولكنه خبر مش جيد خصوصا من خارج البلاد أو من أجنبي أو من شخص غريب عنك حاول قدر الإمكان أنك تتعاطى مع الأمور بإيجابية اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر هنا منقول لك بدك تحاول أنك تحافظ على سمعتك ما تتهور وما تخال في القوانين وما تجازف خلال هذا اليوم حاول أنك برضو تخلي علاقتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل الجيدة بدون خلاف أو نقاش أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو الحوار معهم في مسألة معينة أو يساعدوك هم في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منقول لك دير بالك على عملك على إنجازاتك على صحتك وممكن اليوم تقلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجدي بتظل يعني الطاقة الإيجابية مساندي تكون لغاية ساعات المسأ ولكن من ساعات المسأ بتكون تنتبهوا أكثر الأجواء ما رح تكون مثل الأيام الماضية ممكن تشعر ببعض الإضطراب أو بعض الأشياء السلبية تأثر عليك خلال هذا اليوم أو تنزعج من مسألة معينة حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تبعد عن الضغوطات وعن التوتر حاول أنك تبعد عن الأشياء اللي ممكن تشحنك بطاقة سلبية مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي اليوم ممكن يعني تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو تتوتر من وضع مالي معين حاول أنه قدر الإمكان تبعد عن المصاريف أو الدفعات أو المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات طول اليوم برضو عندك قدرة إقناع عالي وسرعة بديهة عالية جدا للإقناع ولكن الأهم إذا كان عندك تنقلات انتبه أثناء حركتك أو تنقلاتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظ في هذه المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن شوي تظهر بعض المسائل البيتية المربكة أو تقلق بشأن ما بيتي أو عائلي أو ممكن عطل معين أو خبر يزعجك بتعلق بأحد أفراد العائلة أو نقاش أو حوار حد شوي يتطلب منك التدخل ولكن حاول قدر الإمكان تبعد عن العصبية والمجازفات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا القمر موجود لغاية ساعات العصر عندك في بيت الخامس بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم ممكن يحملك لقاء عاطفي في ساعات الصباح أو الظهيرة أو تسعد بلقاء الأحبة أو تواصل معهم ولكن من ساعات المساء شوي تنضغط في هاي المسائل أو ممكن تظهر مسألة أو قلق على أحد الأحبة من ساعات العصر القمر طبعا بدو ينتقل للبيت السادس فهنا بنقول لك بدك تهتم بعملك وممكن يتراكم عندك ممكن تتعطل بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل وممكن تظهر بعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك بقوة اليوم على مستوى الشراكة والحوار أو تواصلك أو اتصالك بينك وبين الزوج أو الزوجة أو ما بينك وبين شركاء المال الأهم أنك تحاول قدر الإمكان تخلي الأمور بالاتجاه الإيجابي حاول تكون مسالم اليوم ابعد عن المشاحنات والجدالات عشان ما تتفاقم الأمور وتكبر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء متقلبة على المستوى المالي فعشان يكبر نقول لك ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة اليوم أو تتوتر من مسألة مالية معينة أو ظهور دفعات أو تعطيل مسألة مالية معينة شوي تربكك أو شوي تخليك تنزعج حاول ترتب أوضاعك بشكل جيد الأيام القادمة كفيلة بأنها تحلها بدون ما توتر حالك أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن تنشط ببعض الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر اليوم في نوع من أنواع الإيجابية في ساعات الصباح ولكن بدك تنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو مناقش اليوم بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظ نهائيا ممكن تنشط بأمور العلاقة بالنشاط الفكري أو دراسة موضوع معين أو نقاشات العلاقة بالسياسي أو الفلسفي أو دراسة موضوع معين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة ما في أي شيء بخوف ممكن بس تدخل بنقاش حد ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو تحتد على مسألة إلها علاقة بالعمل أو تتوتر منها أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل اجتماعي أو رفقة أصدقاء معينين في لقاء معين يعني الأجواء تقريبا بتدعمك بقوة اليوم على مستوى الأصدقاء وفي منهم ممكن يساعدوك بمسألة معينة وممكن أنت تبادر بمساعدة صديق في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقول لك دير بالك اليوم بدك تنتبه لعملك ما تخلي أعمالك تتراكم انتبه لصحتك انتبه لراحتك إذا شعرت بعي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك ممكن اليوم يحمل لك قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما صارت الأجواء أحسن بالنسبة لك اليوم يعني في بعض الأشياء راح تنحل ولكن كل ما وصلنا لفترة العصر أو المسويات بكون أفضل ممكن اليوم تشعر بالطاقة الغريبة أو طاقة جيدة راح تنشحن فيها ممكن تنجز بعض الأشياء الإيجابية خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في نفسك زي قصة شعر أو لباس أو تغيير هندام أو أمور إلها علاقة بالتجميل أو أمور إلها علاقة بالوضع النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بعض الأمور المالية ممكن تحل بعض المسائل المالية خلال هذا النهار ممكن تهتم ببعض النشاطات المالية ولكن الأهم أنك تبعد عن المصاريف الزائدة وبرضو ما تشربك حالك بأكثر من مشكلة مالية مع بعض يعني بدك تركز بشكل جيد على الوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم ممكن تنشط ببعض الاتصالات والحوارات واللقاءات ممكن تسوق لشيء معين أو تطرح فكرة أو مشروع أو تبحث عن داعم لشيء معين يعني بتتوافق مع أفكارك أو طموحاتك إلى هم أنك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال ولا للعصبية أثناء الحوارات والنقاشات والمراسلات أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء طبعا القمر موجود في البيت الرابع لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم حاول تبعد عن الخلافات العائلية أو النقاشات أو الحوارات ممكن تظهر بعض المسائل البيتية المربكة خلال هذا اليوم اللي تتطلب منك نوع من أنواع له اهتمام ولكن في ساعات العصر الأجواء بتصير أحسن بترغبوا في تعزيز العلاقة مع الأحباء ممكن تسعد بلقاء الأحباء أو تواصلك معهم أو تهتم بحبيب أو مشكلة مع حبيب تحاول تحللوا إياها وفي منك رح يكون فيه تواصل جيد ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى العمل على مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات لمراجع الطبيب أو أدوية أو علاجات أو فحص طبي روتيني عادي ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بنقول لك دير بالك من بعض المشاحنات أو الخلافات أو النقاشات الحدي في النهار في ساعات المساء الأجواء بتصير ألطف ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التراجع عن قرار سابق أو إشي يجمع ما بينك وبين الزوج أو الزوجة يعني حاولوا قدر الإمكان أنه توفقوا ما بينك وبين آراءك مش بالصوت ولا بالإصراخ ولا بالعصبية بتنحل الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما ممكن تظهر بعض المسائل أو تعطل بعض المسائل المالية المشتركة يعني أمور إلى علاقة بقرد ببنك بمساعدة بدعم معين بأمور إلى علاقة بميراث مثلا أو بممول تتأجل الأمور يعني حاول أنه لو تأجلت بكرة كرر المحاولة الأمور بتمشي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الدراسة والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى هذا البيت أما بالنسبة للبيت العاشر فبرضو على مستوى العمل ما في أي أشياء ممكن أن ننبه منها إلا أنه منقول لك ابعد عن الخلافات والنقاشات أو الحوارات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول تداوم بوقتك ما تتأخر وما تهمل عملك في المقابل ما تعمل أي شيء برضو يشوي سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ممكن يكون في حوار بناع أو تساعد صديق أو سعي صديق بدوره هو يساعدك في مسألة معينة المهم اليوم بيحمل لقاءات جيدة ما بينك وبين الأصدقاء اجتماعي بالكامل الجو أما بالنسبة لبيتك 12 فهونا بيت المتاعب منقول لك بدك تنتبه دير بالك حاول تراقب صحتك حاول ما تهمل صحتك ما تجهد حالك كثير ممكن اليوم تحمل لك نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم مزاجك مش بالكامل واضح يعني اليوم في تقلبات على مستوى المزاج في حوارات نقاشات توتر استياء من بعض الأمور ممكن تظهر بعض المسائل المربكة خلال هذا اليوم حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد ما تضغط حالك كثير وما توتر حالك كثير الأشياء مع الوقت بتنحل وممكن تنجزها بشكل جيد وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما كانت الأمور شوي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات اليوم أو بالحركة ولكن الأهم أنك تهتم بالوضع المالي لأنه شوي اليوم ممكن يظهر بعض المسائل المربكة وممكن شوي تتوتر من مسألة معينة ولكن مع ساعات العصر بتنحل أو تجد الحل لإلها وممكن تنجزها بالكامل أهم شيء أنك تبعد عن المشتريات والمصاريف الغير ضرورية وحاول أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك بس بننبه منقول أنه ممكن تنشطوا بالاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص والتسويق وأمور إلها علاقة بالترويج لشيء معين اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدوا يركز بشكل جيد وبرضو بتكنتبهوا أثناء تنقلاتكم من الإصابات أو من الحوادث أو أعطال في أمور إلها علاقة بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت طبعا بتصير إلها اهتمامات أكثر من ساعات العصر فممكن تفضلوا التركيز على شؤونكم البيتية والعائلية أو الأمر عائلي معين يظهر خلال هذا اليوم أو تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت زي مشتريات أو ترميمات أو خطة للأيام القادمة لشيء إلو علاقة بالعائلة أكثر أو بأحد أفراد العائلة يعني بتطلب منك الاهتمام الكامل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة يعني بتجمع ما بينك وبين الحبيب برضو الحظوظ بتدعمك في هذا البيت عاطفيا الأجواء ما فيها أي مشاكل الحظ شوي بدعمك في بعض المسائل ممكن يصير فيه توافق ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين خلال هذا النهار أو تتفقوا على إنجاز شيء مشترك أما بالنسبة للبيت السادس ما زالت الأمور متقلبة على المستوى الصحي ولكن اليوم كل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما الأجواء صارت أحسن يعني بتحس بناء نوع من أنواع الطاقة أو بتحس ببعض الأمور اللي ممكن أنها تساعدك أو تنشي لك في بعض الأوقات ما تخاف وما ترتبك الأمور الصحية تقريبا بلشت بالفترة الإيجابية بالفترة هاي وبرضو على مستوى العمل ممكن تحصل بعض الأشياء اللي تدعمك أو اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية يعني بتتعاملوا ما بينك وبين شركاكم بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا ممكن تستاء من تقصيره أو عدم اهتمامه في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية يعني ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم أو ينعرض عليك دعم معين أو مساعدة معينة أو أنت تكون طالب شيء من أحد الأشخاص اليوم يجيك الرد عليه أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تنشط ببعض الاتصالات أو الحوارات أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تنشط بأمور إلها علاقة بالتعليم أو بالدراسة أو بالامتحانات إذا كان هذا الأمر بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا في منك ورح ينشغل ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك الأجواء برضو داعم لإلك على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن يساعدوك في مسألة معينة وممكن تنجز عمل بشكل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 هنا بدك تنتبه ما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء وبتعمل نوع من أنواع التوتر أو الخلافات أو الاستياء من بعض الأصدقاء حاول قدر الإمكان أنك تنشط مع الإيجابيين ممكن اليوم تنشط إما بزيارة أو بلقاء أو بحوار أو باتصال من أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية أهم إش أنك ما تخلي الأعمال تتراكم عندك إنجز أعمالك الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة اهتم بصحتك اهتم بغداءك اهتم بالأشياء الواجبة عليك في منك رح يقلق بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر